قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن الإنسانية تواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية وأضف خلال كلماته في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيتر السابيرج للمناخ أنه أكد أن الدول تلعب لعبة اللومة بدلا من أن تتحمل مسؤولية التغير المناخية وذلك الحين فيبدو أننا تحركنا قدما ارتفاع مستوى سطح البحر وكذلك انبعاثات الغازات الدفيئة قد ارتفعت بشكل كبير وذلك الإنسانية تواجه الكثير من المخاطر المرتبطة بالجفاف حرائق الغابات السيول والجفاف ليس هناك دولة بعيدة عن ذلك ولكن على الرغم ذلك نحن مستمرون في استخدام الوقود الأفوري وهناك أزمة عالمية وفشلنا في التعامل معا كمجتمع متعدد الأطراف الدول مستمرة في أن تلعب لعبة اللوم بدلا من أن تتحمل مسؤوليتها الجماعية للمستقبل يمكن أن نستمر بهذه الطريقة يجب أن نبني الثقة ونعمل معا لكي نحفظ على واحد ونصف درجة مؤمنية وكي نبني مجتمعات تحقق الصمود باتجاه تغير المناخ